اشتغلت كمان بالفيحاء. اخترنا حارس الجولة فلاديمر ستويكوفيتش. حارس الفيحاء. اوافق لأن هذا الحارس العملاق أنقذ الفيحاء. على الأقل كان من ستة هداف محققة. ويمكن أغلب المباراة السابقة كان يقوم بدور كبير جدا في حصول الفيحاء على ثلاثة نقاط. واتفق مع الدكتور عمار. هو من أنقذ حتى المدرب والمجموعة ككل. عمار الشباب خرج من معادلة. خرج ما فينا تقول خرج أرقاميا بالملعب في 12 مباراة في ستة وثلاثين نقطة. بس ما عم يخسر الشباب ما عم يربح. انت انت هيك مباريات ذلك نافس. بس ما عم بيلعب لحاله في غيره عم بيلعب كمان. بس ما أنت عم تقول لي هل خرج من المنافسة يعني ما في عم تقول خرج. المعادلة لا ما خرج معادلة. الشباب هذه السنة. يعني أنت اليوم لو كنت مدرب للشباب في مجال تأخذوا اللقب. في مجال نافس على الأرقام فيه. في ستة نقطة بينه بين الاتحاد. بس أضاع يعني شباب أنا برأيي كان لازم يكون هو راس براس. الموصم نضي وضويع. نفس نفس. 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 دكتور محمد الأهلية هي تالت مباراة بلا هزيمة. بس. بس كمان مع بفوز. أبو كرم أنا في اعتقاده ويمكن الجماهير الأهلوية كلها تكلمت لكلام ذا. ما زالت المشكلة مع هاسي. عدم الثبات على التشكيلة. عدم الاختيار العناصر لكل مباراة. التردد. عدم القدرة على قراءة المباراة. هذه كلها مؤثرة على الأهل. وفي اعتقادي ومجرد رأي. إنه هي فرصة الآن لتغييره. يا دكتور. هلأ أنت الرجل منطقي يعني. هلأ كل يوم كمان نشيل مدرب. مصالكم تحكوا على هاسي. أنت وعمار أول مرة بحياته. عمار بيحكي على مدرب. يا أبو كرم. أبو كرم طول المباريات. من يوم ما بدأت دوري. إلى اليوم والأهلي بيخسر نقاط بشكل غريب جدا. عمار يعني مشكلة. لعدم قدرة المدرب على التعامل مع الأحداث. هلأ صارت المشكلة عامة. لا بس أول المسم. أنا برأي كان هاسي بالنسبة للتعاقدات لعمل الأهلي. وكنا متوقعين. إحنا أول المسم من الأهلي يكون من المنافسين. طيب. الاتفاق ما فاز بآخر خمس مباريات. مصطفة الاتفاق وضع صعب. يعني أنت من من الأهلي حتى من اللي بنا يقول من الرائد. يعني ما فينا ما فينا نشيل فريق من من الحزب. كأنا كنت الأسبوع الماضي سعيد الحزم من الحزب أنه خلاص أخذ طلعت نقاط شفنا شوي شوي يقرب الاتفاق. إذا ما أولا بيأمين يونيس. ألا بنشوف التقرير. بس برأي الاتفاق وضع صعب. وضع صعب. أكيد. آآ دكتور الفيصلي مركز قبل أخير حامل كأس خادم حرمين شريفين. وشو القصة؟ يعني شيء غريب. رغم أنه العناصر المميزة اللي موجودة في الفيصلي والمستويات اللي قدمها الفيصلي. والاستقرار اللي تعودنا عليه في الفيصلي. لكن تغير مدرب ما زالت النتائج غير إيجابية. حقيقي فيه علامة استفاق كبيرة. وأنا في اعتقادة أنه يعني إدارة الفيصلي قادرة على العودة. رغم صعوبة الموقف. ولكن على القل الخروج من الوضع المحري اللي هما موجودين فيه اليوم. عمار الحزم هل وضعه يعني ميقوس ولا مثله مثل الفوقه. يعني مثله مثل فوقه بس يعني أكتر أكتر نادي مهدد بالقوط. أول شيء الأرقام. الحزم أربط عشر. أبل الفيصلي ستعاش ولا تعاون. مصطفى أنت عم تحكي أنت عم تحكي على على فرق عندها خبرة أكتر. أنت عم تحكي على الفيصلي عم تحكي على التعاون عم تحكي على اتفاق عم تحكي على على الأهلي. هدول من الفرق السبع السبع الوراء. يعني فرقة قيلة مصطفى فرقة تعرف تأخذ نقطة في آخر شيء. يعني أنت عندك لأنه ما تنسى ضمك من سنتين بعجوبة. بس هلأ مش مش موجود بالفرق الهبط. أبها نفس شيء طلعي. الفيحة مش موجود. إنت لو كانت منافسة الأسماء الأندية. الفيحة ضمك. إلاك ممكن الحزم. بس إنت عم تحكي هون هلأ إلا إذا صارت مفاجئة كبيرة وصلنا هبط الاتفاق أو أو الأهلي أو حتى التعاون أو الفيصلي. يعني هدول أربع أربع فرقة مصطفى أندية. أندية كبيرة. تأخذ نقطة يعني. راح نروح.